كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب مدارستنا في هذه الحلقة للربع الثاني من الحزب التاسع عشر من القرآن الكريم مستفتحين بذكر مضامينه بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وآله هذا الربع يبدأ بقوله تعالى وإن جنح للسلم فجنح لها وينتهي بآخر سورة بانتهاء سورة الأنثال فإذا أول هو إن جنح للسلم وفكراء للسلم وفيه التذكير بنعمة التاليه بين قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه الأمر بالصبر على كتال الأعداء وأيضا التعابل مع الأسرى والآيات الأخيرة في موالاة المؤمنين من قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في موالاة المؤمنين والمهاجرين وفي النهي عن موالاة الكافرين يختتم الربع بقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وقول الأرحايا بعضهم وأولئك بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليه وليتذكر أولو الألباب معنى قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجرح لها أي إن مالوا للصلح وذلك حين يكون الصلح هو الأحظ للإسلام وأهله والسلم يذكر ويوانبث وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله يستنبط منه أنه لا مانع من الصلح ولو ظهر للمسلمين بادرة خديعة من عدوهم وعليهم العزم والتوكل على الله ومعنى حسبك الله ومن اتبعك أي كافيك وكافي من اتبعك وكيل حسبك الله وحسبك المؤمنون ولكن في معنىه ضع وهناك أقوال أخر قوله سبحانه حتى يسخن في الأرض أي يكثر من قتل الكافرين أو يتمكن في الأرض وتكون له القوة لو لا كتاب من الله سبق أي ما سبق في علمه من حل الغنائم أو المراد مغفرة الله ليهلبت أو كونه لا يعذب إلا بعد البيان والحجة فكل مما غنمتم أخذ بعض العلماء من هذا الإطلاق جواز الأكل من الغنيمة قبل قسمتها ومعنى قوله سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي في الدنيا أو في الآخر أو فيهما معا وإن يريد خيانتك أي إن يريد الأسرى خيانتك بالكفر بعد الإسلام فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم أي أقدرك عليهم فأمكنك منهم أقدرك عليهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة مذمومة بكل حال نعم المكر والكيد يسند إلى المولى سبحانه وتعالى لكن الخيانة لا تسند إلى الله تعالى فهو ليس كالمكر والخداع وفي الحديث ولا تخل من خانك والذين آووا هم الأنصار آووا المهاجرين وأزلوهم من أزلهم بعضهم أولياء بعض أي في النصرة والمؤازرة وقيل في الميرات ثم نسختها بعد ذلك وولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض بعدها والأول وأظهر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي لا يجب عليكم أن تنصروا من استنصركم في الدين من المؤمنين وهو مقيم بين المشركين إذا كان من يستنصرونكم عليه بينكم وبينهم عهد وميثاق من ولايتهم الولاية بالفتح النصر وبالكسر السلطان إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أي إن لم تفعلوا تطعى موالاة الكافرين وفيه دليل آخر ظهر لي على استعمال القرآن الترك فعلا وتقدم شيء من هذا في سورة البقرة والمائدة ومن المعلوم أن المخالطة طريق إلى الموالاة لا سيما إذا كان المخالط ضعيفا أو تابعا أو جاهلا وأقل ما يحدثه ضعف الغيرة على الدين إن كثرة الإمساس تضعف الإحساس وأولو الأرحام لما نبه على ولاية الدين التي لم تكن معروفة في الجاهلية نبه على ولاية الرحم المعروفة بأنها باقية على أصلها وأن ولاية الإسلام لا تبطلها فإن تعارضت الولايتان قدمت ولاية الدين إلى شك في كتاب الله المراد اللوح المحفوظ أو القرآن وليتذكر أولو الألباب اللطيفة البيانية في قوله وإن جنح للسلم الجنوح الميل ومنه جنوح الإبل إذا ما لتعناقها كما قال ذو الرمة إذا مات فوق الرحل أحييت روحه بذكراك والعيس المراسيل جنحه والجوانح الأطلع والجناح للطائر سمي بذلك لميلانه أيضا بالطائر لأنه يميل بصاحبه أما الفائدة التربوية فهي في قوله عز وجل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم قد يجتهد المر في التأليف بين الناس فيحصل له ذلك ولكن هل يحصل هذا ظاهرا وباطلا حصوله في الباطن هذا هو التأليف بين القلوب الذي لا يقدر عليه سوى الله تعالى المصلحون أسباب والتوفيق بيد الله وقد شهد التاريخ لوقائع كثيرة يتاد فيها المصلحون وأصلحوا بين المتنازعين أو المتنازعين فاصلحوا ظاهرا وما بالعهد من قدم فقد اصطلح طائفتان عند بيت الله الحرام في شهر رمضان وبقي الصلح مدة ثم اختلفوا بعد ذلك ولما فسر مجاهد هذه اللاية قال إذا ترى المتحابان فتصافحا وتضاحكا تحاتت خطاياهما فقال رجل هو ابن أبي لبابة قال إن هذا ليسير قال مجاهد لا تقول ذلك فإن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم قال حينئذ ذلك الرجل فعرفت أنه أفقه مني ما إعراب ضعفا في قوله تعالى وعلم أن فيكم ضعفا لا تقول ذلك الرجل رجل أتمنى فإن الله يقول لك بشكل أفقه فإن الله يقول لك فإن الله يقول لك بشكل أفقه ترجمة نانسي قنقر